صباح الخير لكل حدا عم بيتابعنا اليوم رح نكمل التبقعات الفلكية للأبراج الصينية اللي حكينا عنها مبارح وقلنا أنه كل 12 سنة بيكون في برج وبياخذوا الأبراج على مستوى السنين بدون تاريخ اليوم أو الشهر وعندنا برج الكلب وبيكون بخص المواليد لسنة 58, 72, 84, 2006, 2018 وإذا كان قبل أو بعد بنقص 12 سنة أو بنزيد 12 سنة على هذا التاريخ هذا البرج سنة جيدة يحمل اللقاءات وتزداد الاتصالات وإذا كانت الاتصالات مع الخارج ممكن يكون فيه سفر احتمالية كثير كبيرة معطيات إيجابية وترتقي مهنيا وتحصل على الدعم والاستماع وكذلك ماليا زيادة بالأرباح وبنفس الوقت زيادة بالمصاريف فبدك تجدول حياتك المالية بشكل صح الوضع العاطفي ممتاز جدا وأيضا المتابعات الصحية رح تكون فيه متابعات ولكن بسيطة البرج الأخير للأبراج الصينية برج الخنزير والسنين اللي تخص هذا البرج سنة 59, 71, 83, 95, 2007, 2019 سنة تحمل الانفراجات الكبيرة على كل المستويات خاصة المستوى المالي رح يكون فيه كثير من الموارد المالية الجديدة أو أنك تتابع معاملة مالية وتكسبها سواء كان قانونيا أو ديون عند حدب تسترجعها أو أنك تبحث عن سلف أو قرض ولكن بنفس الوقت بدك تحافظ على هاي الأموال بشكل صح ما تدخل باستثمارات كبيرة وما تبذر وتدرس الأمور المالية بشكل صح قبل ما تدخل عليها علاقات عالية المستوى وتحقيق أحلام وأهداف حتى اللي كانت صعبة عليك بالسابق رح تبدأ فيها وتحط حجر أساس عاطفيا المقدر على إنهاء الخلافات والسلبيات بالعلاقات الهشة وفرص جيدة لغير المرتبطين للارتباط بنرجع لأسئلتكم وفي عنا يسعد صباحكم أمل وأحمد ورنين بدهم برج الحمل لشهر واحد لسنة الثلاثة وعشرين وبرج الحمل هلأ رح نحكي له برج الحمل من الجزء الأول من الشهر اللي هو واحد وعشرين ثلاثة أسابيع الأولى من الشهر تبدأ الشهر بزيادة بالحركة يعني في عندك طاقة كثير كبيرة ولكن نصيحة ما تستغلها كلها بأول 12 يوم من الشهر ونخص خاصة العشرية الثانية بدك شوي تهدى لأنه هاي الفترة ما رح تلاقي نتائج تساوي الجهد اللي أنت عم بتقوم فيه بعد 12 الشهر وأكثر إشي بمنتصف الشهر رح تبدأ أي مجهود تعمل ورح يكون بالمقابل فيه مردود يوازي هذه الحركة اللي أنت عملتها تزداد المسؤوليات والاتصالات وتفتح أبواب جديدة من بداية السنة فرص مهنية وجديد من نوعها وممكن يكون البعض بغير تخصص وممكن يعمل عمل إضافي لابد من دراسة شاملة ومحاولة تأجيل القرارات المصيرية للعشر أيام الأخيرة من الشهر بعد 12 الشهر العشرية الثالثة بدها تكون منتبهة أكثر للمعطيات التعاملات المالية بنوصيك أنه في مردودات مالية جديدة أو إضافية ولكن التبذير رح يكون موجود أيضاً فلذلك بدك تعمل جدولة كثير كبيرة لحتى ما تصرف أكثر مما يجيلك أو تصرف اللي يجيلك كله وبالتالي ما رح تقدر تجمع الأموال لتبدأ بشيء جديد العاطفة تنتهي المطبات العاطفية لوجود الشمس ببرج الدلو وتتوضح الأمور لذلك رح يكون عندك المقدرة على إنهاء سلبيات العلاقة للعلاقات الهشية وغير المرتبطين بعد الثلاثة أشهر الأولى ممكن يكون في تفكير بالارتباط ووضع أسس لهذا الموضوع عنا كمان طلب كبير على برج الجوزاء الفترة الأولى جيدة وفيها متابعة صحية قد يكون فيها لأنه لسه عندك المريخ وبحال التراجع أول 12 يوم بدك تكون منتبه لصحتك والتابع أول بأول إعادة النظر بالمصاريف وعمل دراسة جديدة لكل الأمور اللي بدك تعملها على كل المستويات الصحية العاطفية المهنية والمالية منتصف الشهر في انفراجات وإيجابيات عالية المستوى لبرج الجوزاء كمان بدك تكون منتبه بمتابعة المعاملات المالية بعد المصاري بكتابة الأرقام بما يخص الأمور المالية البعض يعاني تأخير وتسويف بمتابعة مالية ولكن هذا طبيعي لأنه من مصلحتك أنه تتأجل الأمور وتتأخر للعشر أيام الأخيرة من الشهر رح تكون الأمور أحسن والعاطفة العشر أيام الأخيرة من الشهر هي الأفضل للقرارات العاطفية ببداية الشهر حاول أنه ما تعمل مشاكل مع الشريك وتدرس الأمور تتخلص من عصبيتك ومن توترك وما تعكسها على الشريك أبدا برج الثور تكرا معينك زيد برج الثور الفترة الأولى فترة تحمل الانفراجات والإنجازات الـ 12 يوم الأولى العشرية الثانية بدها تكون منتبهة جدا جدا يعاني برج الثور من بداية السنة التأخير والتسويف وهذا الشيء ما يتماشى مع برج الثور لأنه بده كل شيء يكون فيكن ما عنده صبر البرج الثور إنسان سريع بحركته وبتصرفاته وبقراراته وهذا كله ما بيخدم مصلحتك بالفترة الأولى من الشهر الأفضل القرارات المصيرية على كل المستويات المفروض أنه تتأجل للفترة الثانية من الشهر العاشر أيام الأخيرة منتصف الشهر رح يكون في توازن على كل المستويات رح تتفتح عيونك على أمور كثيرة كنت تجهلها خاصة بالعمل والمهنة والأمور المالية والعلاقات الاجتماعية أيضا لذلك رح تتخذ قرارات جديدة ولكن أيضا نوصيك ما تكون متوتر لما تفكر بنهاية علاقة مع أحد الأطراف عاطفيا شهر جيد لا يعادة النظر بحياتك العاطفية وأيضا إحلال التوازن العاطفي وارد جدا بعد منتصف الشهر لآخر الشهر رح تكون الأمور ممتازة لبرج الثور وعند برج العقرب عندك زيادة بالاتصالات وبالمسؤوليات أيضا رح تتزايد عليك ولكن عطار متراجع ببرج الجدي لغاية 18 الشهر وهذا يخلي لكثير من الأمور المهمة بالنسبة لك تتعلق تتوقف تتأخر أيضا متابعة المعاملات المالية ما رح تتجي لنتائج مثل ما أنت بدك لذلك نصيحة إذا كان في عندك أمور مصيرية تأجلها للعشر أيام الأخيرة يظهر منافسين مخفيين ولذلك بدك تكون تعاملاتك مع الآخرين متوازنة ما تخرج عن المألوف أبدا خليك مثل ما أنت لأنه أنت ما عم تكتشف مين عم بيعمل ضدك لغاية ما نوصل للعشر أيام الأخيرة من الشهر أو يتوقف تراجع وطارد بـ 18 الشهر تبدأ الأمور بالتوضح ساعتها فيك تتخذ قرارات مهمة بحياتك وأيضا على المستوى المالي إذا كان عندك مطالبات مالية بعد 18 الشهر رح تتسهل الانفراج للعشرية الثانية بعد 13 الشهر كذلك على المستوى المهني أيضا تتوضح الأمور بالنسبة لكم للعشرية الثانية جدولة ودراسة واضحة وصريحة رح تعملها بعد 13 الشهر أو بعد 18 الشهر للعشرية الثالثة خطة جديدة للأشهر القادمة أي شيء رح تتخذه رح يكون لابد أنه يخدم مصلحة العائلة أولا العقرب عنده رجوع للعائلة ورجوع بقراراته اللي تخص العمل والمهنة إذا كان في عندك سفر إذا كان يعارض مصلحة العائلة رح ترفضه إذا كنت بعيدة عن العائلة رح تفكر بالرجوع أو تحصيل عمل قريب على العائلة لحتى ترجع حتى المسافرين والمغتربين عندهم رجوع للوطن بهاي السنة بشهادات عليا أو بأمور ممتازة جدا العاطفة يزداد اهتمامك بالعائلة والشريك وعودة بعض العلاقات المنتهية إيجاد حلول للعلاقات الهشة سلبة أم إيجابة رح تخدم مصلحتك ولكن بكل الأحوال الفترة الثانية هي الأفضل للقرارات العاطفية أشكر متابعتكم لليوم وإن شاء الله بكرة إلنا لقاء يسعى الصباحكم صح الصح صح صح سيح مارتنا اشتركوا في القناة